سلام اليوم جبت لكم ثلاثة وصفات صيفية كامل سهلين وكامل بنان وكامل اقتصاديين مخدومين غير الطن البرمية وهي هذا القراطن بالبطاطة نحط لكم حتى التوقيت التحوم اكزاكت في الفيديو باش ديكم سهلة تمشيوا لكل وصفة البرمية وهي هذا الروز غرني بلاستومات هي اللي فيها الطن ونعطيكم اللاستوس باش يجيكم هاك دام فرز حبا بحبا وميجيش معجن ايه لتخوزيام رسيت سيلي كيسادياس ايه رسيت اسبانيول معناها متلتات الجبن نعطيكم الديتايح تتعلبات تكتفوش حال سهلة والنتيجة جينا بنينا وصفة سهلة سيخطو للعشاء ايسي نونت سلاحة الخرجة خفيفة ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاع اليوم نبدي لكم بالوصفة الأولى وهي القراتين بالباتاتا نحتاج البتاطا انا رفت ثلاثة حبات ورفت زوج حبات بصل قطعتهم هكذا صغار كمية الشامبينيون ان كونسيرف زوج حبات تاع البيض شوية تاع فخوماج انا هدا عندي قودة تجموت الفتون امبورتكير فخوماج غابي انا بواتة تاع الطن على الطومات وشوية تعزيت زيتون الملح في الفل كحل في الفل الحمر والزعتر وفي التالي شوية تاع المهدنوس مخصول ومقطع هكذا صغير نفوت لطريقة التحضير هذيك البتاطا نقشرها ونخصلها ونقطعها هكذا ونقيب موية ما تكبروهاش بزاف باش ديجا تشوفت على القعاطة جينا شابا والطياب التحات تنجمو تغليوها في الماء انا فورتها توجو يعجبوني لليبيم ومفورين خير من اللي طيبو في الماء الملح في التحضير مختلفة الآن نفوت لدوزيام كوشة الغراتين جبت مقلات وحطيت فيها شوية تعزيز الزيتون وزيت عليها البصل وحطيتها على النار حتى اللي تتبال وتتبدلها كولار نعود نزيد معها الشامبينيون وليزيبيس ونخلطها غاية نعود نرضها على القاز حتى الشامبينيون يتقل لها وهدوك الليزيبيس يتدخلوا في غاية وفي التالي نزيد هذا المعدنوس والأبوات تاع الطن اللي عندي ونخلط كل شيء بملعقة خشابية حتى تجلزنا السوس ونكمل معها تكون هذه البطاطة صعبة نجيب للملاجراتين ونخوي فيها هذه البطاطة ونزيدها ونستفوها على طوال السورفاس أنا مدك عندي كمية صغيرة كي جاتني شوية خاوية كمية صعبة ونفوها يجب ذلك خلطها بعد ذلك نضيف التالي تكون جدد نضيفه من المقادير ليس مقادير أن يزير كتلة واحدة ثانية اذا نضيفه ونظيفه كشوية الفرومج ليسهر بخورة ويسهر بخورة نضيفه الاخير ندخل كل شيء في فوق 10 ا 15 مينت ليسهر بيض ونضيفه 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 هذا الريزلطان يبنين جميله يجب أن يكون مرحباً و يجب أن يطيبنا البطاطة في الزيت فقط أخذك البطاطة لا تحتاج بها لأنها مدارة لنضيفها في الزيت وعلى بلد نحن نعرف بصحية أكثر سوف أعجبكم هذه الفرسيون مدابية تسيوها ووصفة سهلة ومهلة توجد بالك في نصف ساعة وانتو ما تحنيتو من فكريات غاداء ولا عشاء سيكتب في هذه البيض مع السخانة يحتاج الكثير من غفاف ومام البنيتات صغيرين ينجمو يوجد هذه غفاف يجب تجربة جيدة في هذه المصفة نقطع مصر لكي تفكر المصر ومسك المصر على البيض هذه هي سوف تبقوا هذه الوصفة إن شاء الله تعجبكم في المصر نحن نحن مزين بلسطومات الوطن 200 غ ملح الملح سوفا الطومات الزوج ملح صغير ملح ثوم مقطعين صغر ملح وفف الحمر وزعتر وزعتر وزيت وزيت في الأول نضع مقلات وضع 4 ملاعقة الزيت وضع الروز حتى تخلط الروح يجب أن يكون نشف تنكس فيه نضع قلبه في ملعقة خشبية حتى يكتسب اللون الثهابي حمره قليلا حتى يجب أن يكون ملعقة ويجب أن تكون ملعقة حتى يكون مرقبا ثم نضع ملعقة خلط ملعقة وضع الملح وضع ملعقة وضع ملعقة حتى يكون المصدر في الأرض نضيف الروز وضع الروز نضيفه حتى تبليه تبليه نضيف المقلات التي حمرنا فيها الروز نضيفها 3 كيار نضيف البصل والتوم والورقة نضيفها على الغاز حتى يحمروا نضيفها الهريسة والتومات والتومات والذيب نضيفها نضيفها قليلا نضيف البصل والتومات نضيف ملعقة نضيف البصل نضيفها ثم نضيف الملعقة هذا الملعقة يت titles جيدة و هذا المكان يتعطيه جيدة لكي أردت لكي أردت نحن نضيف نضيفه 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 نضيف على منفاجة الإسراء نضيفه نضيف المنزيد نضيفه نضيفه وضيفه نضيفه و قم بالإضافة مايونيز و سيبت نضيفه النهائي مايونيز كم بحبا و لم يكن حبا لأسقف كم بحبا كم بحبا لن يسفر بعد أن نقوم بحبا هذا المرزل اتفاق الضوء الآن نفوت الثاني كيساديا وصفة إسبانية سوف نعطي لكم كامل نبدأ الزوج كيسان على فارين 3 ملاعق 5 جرام الويفور شيميك نصف ملحة كبيرة ملح ملحة كبيرة سكر ونصف ملحة صغيرة خميرة الخبز نضيف الماء بارد لسقون بدرجة حرارة المطبخ في الأول نضيف المقادير الناشفة وندخل لهم خفاف نضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت نضيف الماء بزيت زيتون نبسس الماء ونضيف الماء ونضيف الماء حتى تكون سهلة في المانيبولات بعد علي الماء كبيرة، كثير's نضيف الماء مخفاجةً نضيف 1 comسطات كبيرة نضيف المU 여ق Page نضيفه على الغاز حتى تجمع الطماطة ثم نضيفه و نضيفه نضيفه على الجهة تبرد و نضيفه و نضيفه قسم العجينة على حسب الانغرديون بكس 250 ملل نضيفه فارين و على الخبز نضيفه مصنع نضيفه 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 أنظروا فقط نطيب في صفر نضيف المونتاج ننضيفه النصدق وضيفة نضيفه نضيف الممارسة ووصفة الجسم نضيف الممارسة بفرماجات لتنفيذ فرماجين نضيف الممارسة لنضيف الممارسة وعلى الكلور سوف نقوم بشكل شفا وعلى الاب لكم سوف نقوم بكثير من سجد وعلى الهاتف سوف يدوب نضيف الغلو في البيتزا ونقضحها الى 8 و 3 لكي سهل في الرفضة لديكم أعجبكم بشكل كبير كل شيء سوف نحفل بنا ترى كيف يجب أن يكون كولة و سودة لا يجب أن يكون لديها لا يجب أن يكون لديها فرس كامل هذه الأيضة تجد عشاء خفيفة صيفية تضيفنا كثيرا سوب أو سالة ومعرفة هذه الأصبات الخفيفة المهم أن هذه هي 3 أجلات المعروفة سهلا نضيفكم كامل إن شاء الله تكون عشبتكم وإلى سيتو كوصفة نضيفكم الفيسبوك والإنستغرام وإنستغرامكم لكي نعود أن نشاهدهم جميل وإلى وصفة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر